اشتركوا في القناة اما غيث مروان فتمكن من تخطي حاجزة 2 مليون مشترك على يوتيوب الف مبروك لغيث مروان وابو الرب بلش مبرحة بتسجيل اغنيته الجديدة اللي اعلن عنها مؤخرا واللي رح تنزل قريبا جدا اما فريد فتلقى عدد كبير من التساؤلات من طرف جمهوره بخصوص اغنيته واجاب بانو الاغنية اتأخرت لعدة اسباب ورح تنزل باواقع سنة 2021 وبنين ستارس اجابت على عدة اسئلة من طرف المتابعين واللي كانت من بينها هل رح تعمل على اغنية ومتى رح تكون بدبي اما جمهور انس واصالة فتساءلوا عن سبب تأخر الحلقة الثالثة من الوثائقي اللي عم ينزل على قناة احمد النشيد فاجاب احمد بهالسطوريهات قاعد اقرأ الخاص وقاعد اقرأ في تويتر في اليوتيوب في انستجرام في سناب شات في وقت لا اروح على ميتنز وقت لا اكلمه هلي وقت لا يسوي اي شي في الحياة كلكم تقولوني وين الحلقة الثالثة من الوثائقي الموضوع انا خلال الحلقة منتج كل شي نحط الترجمة وندفها هالاسبوع لانها نحتاج نحطها هالاسبوع انا ما صورت شيء هالاسبوع وقفت كل شيء عندي تشغل تصوير عيشة مفضل نفسي حقها بس هاني روحوا لهاني اما نارين بيوتي فاختفت من على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة قيام فهي متواجدة حاليا بدبي وعم بتحضر لتنزيل اغنيتها الجديدة ولمفاجآت عديدة جديدة رح نكتشفها مستقبلا شو هي توقعاتكم لمفاجآت نارين الجديدة شاركوني رأيكم بخالة التعليقات وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول اشتركوا في القناة